دكتور محمد عبد العاطي وزير موارد المائية والرأي تلقى تقرير تفصيلي عن المشروعات اللي بتقوم بيها قطاعات الوزارة المختلفة لمواجهة السيول وطبعا الحد من أخطارها وتفاصيل كتيرة كده في الموضوع ده ونتكلم عن أنه كان في حديث عن تنفيذ أعمال الحماية لأخطار السيول هيكون بتكلفة 4.6 مليار جنيه طيب ناخد تفاصيل أكتر في الملف ده من ضفنا عبر الهاتف المهندس حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الرأي صباح الفول يا بشمهندس صباح الخير يا فاند صباح الخير على حضرتك وخليني أخذ من حضرتك تفاصيل أكتر يا فاند والله يمكن الديان زي ما حضرتك أشارتك نحن نحاول نحن نوضح للناس الجهود اللي تم تخزعها في الفترة الأكبيرة بالنسبة لأعمال حماية السيول في مختلف أشكالها يعني سواء إنشاء السجود سواء المخارات اللي تم الانتهاء منع البحيرات السماعية إلى آخره يعني احنا حابين الناس تكون عارفة كويس جدا أنه في خطة بالساعة القائمة يمكن الخطة التي تم الإشارة إليها في هذا البيان الخطة 2017-2019 اللي هاتي فيه 2017-2020 تمام حابب النفس عارف أنه مش معنى انتهاء زي الخطة والانتهاء من أعمال السيول بشكل نهائي وأننا كل شيء لا دي مسألة كانت ومزالت ومستمرة معنا تمام أعمال حماية دائما لها خطة في كل الأماكن التي يحتمل فيها سقوط أمطار بمعنى لمعنى سجيل سواء في هذه المناطق أو سيئة المناطق الأراضي المنبسطة التي تكون فيها أمطار هزيرة فالمسألة مستمرة معنا ولم تنتهي وأعمال حماية قائمة بإذن الله لمنع أي أضرار عن المواطن تمام أنا طبعا بشكر حضراتكم وبتمنى لكم التوفيق وبشكر حضرتك شكرا جزيلا نضيفي عبر الهاتف بشموانس حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الرأي طيب نروح مع حضراتكم ليه حاجة تانية وبنتكلم أن الدولة مستعدة وبتستعد أكتر بخصوص ملف المياه والسيول والأخطار اللي بتعدي علينا كل فترة وبرضو في حاجة لازم نبقى منطقيين شوية ورفقا بمصر وهونوا على أنفسكم يعني العالم كله كل دولة لها طبيعة وكل دولة معرضة لكوارث بتحصل كوارث طبيعية حاجات من عند ربنا إحنا ملناش علاقة بيها ولا دخل بيها ولا الحكومة هي اللي جابتها ولا الرئيس هو اللي جابها ولا الموظف المهمل أو الموظف الكويس هو اللي جابها بتبقى في حاجات هي موجودة في المنطقة دي بصوا الولايات المتحدة الأمريكية هتلاقوا فيه أعصير بتضربها وفيه سيول بتيج وفيه بيوت ومناطق كاملة بتنهار وفيه حرائق في الغابات فيه تفاصيل كتيرة جدا بتحصل بصوا لليابان اللي كل شوية بتتهد وتتبني داني بصوا لدول كتيرة جدا بتعدي فيها السيول والأمطار والمشاكل الكبيرة دي صحيح بنقول إن إحنا لازم نستعد على أقصى استعداد لازم تكون المناطق مبنية صح لازم يكونش عندنا إهمال لازم نحارب الفساد لازم لازم أليات كتيرة جدا لازم تكون موجودة إحنا دولة ومفهوم الدولة يعني لازم تكون جاهز لكن الفكرة التانية إن فيه حاجات بتبقى أكبر من قدرتك على التصدي لها كبشري مهما وصلت من أدوات طب إحنا هنعدي الولايات المتحدة الأمريكية طب إنت هتعدي اليابان الناس دي في منطقة تانية وفي علم تاني وأدوات تانية ونظام تاني وعندهم بالمناسبة فساد وعندهم كل حاجة لكن في النهاية هو بيقاوم بيقاوم إلى أن تأتي تلك اللحظة اللي بتنهار فيها كل آليات الدفاع الخاصة بي وبتجرفه الطبيعة في اتجاه آخر فما فيش داعي إن إحنا كل ما يحصل عندنا أزمة نقصوا على أنفسنا ونقصوا على الدولة يعني حنانيكم على مصر وهونوا على أنفسكم لأن بلدنا لو ما كناش جنبها في الفترة دي ولو ما قفناش جنب بلدنا في الفترة دي ما فيش داعي إن إحنا نقض نقطع ونقطع ونقضع ونقول وإزاي بيحصل عندنا سيول وإزاي بيحصل هي حاجة من حاجات الطبيعية اللي بتحصل في أي مكان استعدادنا لها بنحاول نكتهد على قدر المتاح لكن ربما تكون أقوى مننا في النهاية هي قدرات خاصة بالطبيعة قدرات ربانية إحنا في النهاية مهما تصدينا لو تجاوزت القدرة على تصدينا خلاص انتهى الموضوع فرفقا بأنفسكم وإن شاء الله مصر جاهزة لهذا الملف بقوة أروح مع حضراتكم